موسيقى بطال النسخة الماضية وصاحب العدد الاكبر من الالقاب بخمسة عشر لقبا الزوراء ضيف الكوفة ضمن الجولة الاولى في بطولة كأس العراق على اديمي ملعب الامانة الزوراء وكالعادة فرض اسلوبه وصطوته على مجريات المباراة فلم يتأخر كثيرا ليأتي اول الاهداف بعد ان احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها على عباس والذي عاود التسجيل ليضيف هدفا ثانيا عزز به تقدم الفريق لينتهي النصف الاول بهدفين للا شيء النصف الثاني بقي زورائيا بامتياز فما زالت الاهداف لا تمر الا بموافقة على عباس بعد ان وقع على ثالث الاهداف ورابعها والذي ختمها شخصيا على طريقته الخاصة اما النوارس لن تهبط فما زالت طائرة في السماء تبحث عن المزيد من الاهداف والتي جاءت عن طريق سجاد حسين وحيدر احمد لتنتهي المباراة بستة اهداف دون رد والتصعب المهمة على الكوفيين فالتعويضي في مباراة الاياب لقناة العراقية الرياضية على هيجل رجعنا معكم مشاهدينا من جديد والزوراء يتغلب على الكوفة بستة اهداف وبالتأكيد نتيجة كبيرة للزوراء كاتن ابراهيم نعود لك بالحديث وشاهدنا فريق الزوراء مسيطرين ما شاء الله عليهم ستة اهداف مرمى الكوفة حقيقة انه نادي الزوراء الكل يعرف انه نادي حريقة عندنا بالعراق نادي الزوراء صاحب امجاد وصاحب بطولات اعتقد بطولة الدوري خمسطعش مرة بطولة الكأس خمسطعش مرة فهذا مجديد انه الفوز على الكوفة بالنسبة للزوراء شيء اعتيادي لانه فريق الزوراء مليء بالنجوم فريق متكامل فريق عند اسلوب خاص فانه اعتقد انه نتيجة البارحة ستة اهداف نتيجة طبيعية جدا نادي الزوراء محروف ان شاء الله انه يتكلل هذا الموسم ايضا بدوري العراقي لموسم 18-19 اضافة الى بطولة الكأس ان شاء الله ايضا يتوج بها فريق الزوراء لانه هو الان مو دفاعا عن نادي الزوراء لكوني احد لاعبي الزوراء سابقا ولكن انه بس هنان شجع الجوية ماكو فرق احنا فريق فوها واحد ان شاء الله ماكو فرق بين ولكن من حقها انه تنافس مع فريق الزوراء يعني احنا بغض النظر عن الميول لكن احنا اليوم كمهمة اعلامية وطنية لابد بان ندعم ونشجع كل اندياتنا العراقية والزوراء اسم كبير وشخصية البطل دائما تذهب للزوراء صحيح الكوفة فريق الكوفة برأيك ماذا استفاد من الزوراء في هذه المباراة برغم خسارة القاسية الحقيقة انه فريق الكوفة انه اجا الى بغداد ولعب امام الزوراء في ملعب امانة بغداد اعتقد انه اللاعبي الكوفة يزيدهم انه فخار لاعبين امام فريق الزوراء فريق عريق مليء بالنجوم انه كسب المدرب واللاعبين خبرة من هذه المباراة علما انه اللاعبي الكوفة ومدرب الكوفة يعرف قد يكون النتيجة قبل ما يلعبها امام الزوراء لانه نادي الزوراء انه فريق سعر نادي الزوراء دقيقة انه فريق مليء بالنجوم فريق كفو فريق دينافس على بطولة الدوري لهذا العام او على الكأس فاني اشوفها طبيعيا وهذا الاختفاك شيء ايجابي يعود بالفائدة الفنية تحديدا لفريق الكوفة اكيد انه فريق الكوفة انه شاف نجوم الزوراء ولعب امام الزوراء وكسب الخبرة مدرب الكوفة واللاعبين وهذه تحصيل حاصل انه شغلة طبيعية جدا انه خسروا الستة صفر امام الزوراء يعني دائما بطولة الكأس تخرجيننا لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية ولاعبين يبرزون بها اتحدث عن اللاعب المتميز بالزوراء على عباس على رغم في المباراة السابقة سجل هدف من دابل كيك واليوم سجل سوبر هاترك امام الكوفة لاعب متميز جدا يعني لفت الانظار هذه المباراة وحتى بالدور العراق وحقيقة انه علاء عباس من اللاعبين الجيدين حتى كان في نفط الوسط فعلا لاعب مميز انتقل اضافة لزوراء الى نادي الزوراء حقيقة انه صار لزوراء اضافة كبيرة من هذا اللاعب لاعب متمكن لاعب جيد جدا يعرف طريق الاهداف لكن انا مستغرب انه شون من سحب ضمن تشكيلة المنتخب الوطني في حين هو مؤهل ان يلعب من صفوف المنتخب الوطني هو وغيره من اللاعبين واني اتمنى انه مدرب السلوفيني انه يباوع على عباس من اللاعبين المتازين يعني اتنا حضورة لالدوري بالرغم انه اخر مؤتمر صحفي ذكر المدرب كاتنج انه الدوري مو بالمستوى المطلوب ويحتاج الى اضافات حتى يكون بالمستوى المطلوب حقيقة هاي هو وجهة نظر وجهة نظر ايه وجهة نظر انه هو الدوري حقيقة انه الدوري انا اقدر اطلع لشفة ست سبع فرق اللي هي تتنافس على بطولة الدوري وهذا من زمن طويل صحيح هي الزوراء والطلبة والجوية اضافة للميناء اضافة النجف اما الباقي تكملة عدد حقيقة انه الدوري العراقي الدوري حقيقة انه مو ذاك المستوى المطلوب وذيك الفرق اللي عالية المستوى حتى تتنافس من رقم واحد الى رقم عشرين هو عشرين جميل جدا احنا خلينا نحكي على كل الفرق الجمهر اعتبار انه الفرق الجمهرية كلها فازت اتحدث عن الطلبة فوزة على الكفل خمسة اثنين والزوراء على الكوفة ستة سفر واكيد النجف على الخطوط واحد صفر بالتالي يعني هاي الفرق الجماهرية انتقلت الدور الثاني واكيد هاي البطولة بادوارها الختامية رح تكون على مستوى عالي والكأس معروف بمباريات الختامية هو اكيد كابتن علي هذا معروف انه انت تعرف المباراة الذهاب واياب بها شنص ايضا للفريق الخاسر بد يكون يقلب الطاولة بالجولة الثانية علي فريق اخر لكن انه الفرق الجماهرية ضمنت انه 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 اني شفت كابتن حسن مدرب النفط تعادلة مع الجنسية اتكلمت وياب هذا الجانب قال انه احنا كنا في لبنان مع سفاقس لعبنا وجهد اللاعبين جهد عاليتهم فريحتهم لعب التشكيلة لعب التشكيلة مغايرة لكنني عندي شنص اخر مباراة ثانية ان شاء الله ان شاء الله التوفيق لناد النفط حتى نخوض بهاي المباريات مشاهدين الاحباء روح سوية لتقرير عن مباراة الطلبة مع الكفل اللي انتهت بخمسة اهداف مقابل هدفين لصالح الطلبة شاهد هذا التقرير فريق الطلبة وضع في حساباته وبشكل كبير بطولة كأس العراق ومن الممكن ان يذهب بها بعيدا فدفع بجميع اسمائه الاساسية في مباراته الاولى امام فريق الكفل القادم من مدينة النجف فهذا الفريق ينشط في دور الدرجة الاولى هدف ليس في الحسبان تحقق سريعا وتحديدا في الدقيقة الثانية لفريق الطلبة من ركلة جزاء سجلها عبدالقادر طارق الطلاب اكتشفوا ان هذا الفريق لا يحتاج الى الجهد الكثير من اجل الوصول الى شباكه مرة اخرى فوصلوا في المرة الثانية وضعفوا النتيجة بالهدف الثاني من اللاعب حيدر حسي فريق الكفل لم يقف امامها كذا وضعا فاندفع نحو شباك الطلبة ترجمة نانسي قنقر